في محافظة ديالة كشفت منظمة حقوق الإنسان بالمحافظة تسجيل عشر حالات انتحارا في المحافظة خلال الشهر الماضي وقال مدير المنظمة طالب الخزرجي إن المنظمة تسجلت حالات انتحار العشرة خلال الفترة الممتدة من بداية العام الحالي ولغاية الأسبوع الأول من شهر شباط الجاري مبينا أن المنتحرين العشرة هم ستة ذكور منهم اثنان بسن الأحداث وأربع إناث مشيرا إلى استخدام الطلق الناري والشنق والحرق في الانتحار تسجيل عشر حالات في عام 2018 لغاية الأسبوع الأول من الشهر الثاني ست حالات ذكور وأربع حالات إناث من ضمن حالات الذكور كانت لدينا تسجيل حالتين لأحداث أعمارهم تتناهز ما بين الـ 12 إلى 14 سنة طرق الانتحار التي استخدمت من قبل الضحايا كانت للذكور هي بثلاث طرق استخدام الطلق الناري والشنق والحرق أما بالنسبة للإناث كانت بالحرق الظروف الاقتصادية كانت هي الدافع الرئيسي